النهاردة كان فيه اجتماع مهم جداً سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس هي الشريان الأساسي اللي بيعتمد عليها حركة التجارة العالمية قناة السويس هي المجرى الملاحي الذي حاول الكثيرون أنهم ينتقصوا من تميزه وينتقصوا من دوره بمشروعات بديلة وهمية ثبتة يقيناً وعلمياً ووقعياً أنه الجميع بيحلم اللي بيهدد قناة السويس أو بيحاول يعمل مشروعات تنافس قناة السويس دايماً بنقوله أهلاً وسهلاً منافسة شريفة لكنك مش هتقدر ونقدر نقول لأي حد بيحاول بيحاول مجرد محاولة أنه ينتزع أهمية قناة السويس بمشروعات بديلة في أي مكان في العالم بالمناسبة لأي دولة في العالم بالمناسبة بقوله إلعب بعيد قناة السويس ممنوع لاقتراب والتصوير لأنه قناة السويس هي الشريان الأساسي الآمن الأسرع على مستوى العالم كله بشهادة العالم كله أيضاً وبفكركم بإيفر جيفن لما عطلت الملاحة العالمية لمدة أسبوع العالم كان يقف على أطراف أصابع خلال الأيام القليلة الماضية هناك أيضاً مركب شحطت لمدة ساعات قليلة ونجحت أيضاً هيئة قناة السويس للمرة الثانية على التوالي أن هي تقوم بعودة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن قامت بالتكريك أو قامت بعملية ضبط المركب في المجرد الملاحي من خلال قطرات الهيئة العملاقة قناة السويس ضربت المثل كمؤسسة وهيئة وطنية من طراز فريد منذ أن أطلق الرئيس جمال عبد الناصر نداءه وصراخاته بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس لتصبح شركة مصرية مئة بالمئة ورجال مصر والكفاءات الفنية سواء المرشدين أو الإدارة أو البحارة أو الربابنة الجميع بيعمل وأصبح لقناة السويس ثقافة وأصبح لقناة السويس مجموعة من القيم وأصبح لقناة السويس شهرة عالمية أعتقد أنه فخر المؤسسات وفخر المقدرات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية هي قناة السويس حققت قناة السويس خلال الفترة الماضية خلال العام الماضي أكبر رقم في تاريخها من العائدات وصل إلى سبعة مليار دولار سبعة مليار دولار يعني رقم أعتقد أنه بيكون هو رمز الأمان للموازنة العامة للدولة أو رمز الأمان للعملات الصعبة اللي عندنا الزيرو بتاعنا هو عائدات قناة السويس يعني أنت بتدور على عائد اقتصادية أو عائد دولارية من التصدير ومن السياحة ومن الاستثمارات الأجنبية ومن إلى آخره لكن الزيرو بتاعك هو عائد هيئة قناة السويس طبعا عائد الهيئة السبعة مليار جم نتيجة حمولات صافية لبضايع ومنتجات مرت بقناة السويس وصلت إلى مليار وفاصل اتين وثلاثين طن مليار طن يعني ألف مليون طن رقم يعني بيشعرنا به الفخر الحقيقة أنه مر علينا من أراضينا من قناتنا مليار وشوية من تجارة العالم ما بين الشرق إلى الغرب وما بين الغرب إلى الشرق وإحنا بنحصل على هذه السفن العابرة بنحصل عائدنا وفقا للأسعار المعلنة والخدمات المؤدامة للقناة وطورو